حل الأزمة السورية العبر الحوار دفع بالعديد من الدول لإعادة ترتيب أوراقها والعمل الآن يصب في اتجاه تهيئة الأرضية والظروف المناسبة لإطلاق العملية السياسية السورية للوصول إلى حل ينتظره السوريون جميعا تتوالي المواقف الدولية المؤيدة للاتفاق الروسي إلى أمريكي بشأن عقد مؤتمر جنيف 2 لبحث السبول حل الأزمة في سوريا سياسيا الحل السياسي السلمي يوفر فرصة ديبلوماسية لحل الأزمة عبر المؤتمر الدولي المرتقب موقف إيطالي جديد عبرت عنه وزيرة الخارجية إما بونينو خلال جلسة استماع مشتركة أمام لجنتي الدفاع بمجلس نواب وشيوخ في روما في حين جدد الناطق باسم الخارجية الصينية هونجلي موقف بلاده الثابت بأن الحل السياسي هو السبيل الواقعي الوحيد لحل الأزمة في سوريا وأن الشعب السوري هو المخول بتقرير مصيره معربا عن السعداد بلاده لبدل الجهود كافة مع المجتمع الدولي في سبيل ذلك هو موقف كرره أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي من اسطنبول مؤكدا أن شعب السوري وحده المعني بتقرير مصيره داعيا السوريين للوفاق والبدل بحوار وطني شامل والتعاون من أجل إجراء انتخابات حرة تنامي الإدراك الدولي باستحالة حل الأزمة السورية إلا عبر الحوار دفع بالعديد من الدول لعادة ترتيب أوراقها وأصبح الهدف تهيئة الأرضية وظروف مناسبة لإطلاق العمليات السياسية السورية والتي تبدأ بلجم داعمي الإرهاب وتجفيف منابع تمهيدا لحوار سوريا سوري يفضي إلى حل ينتظره السوريون جميعا